سيد الرئيس بحمسة واربعين ثانية اولا اشكر اللجة على تقريرها المحايد ثانيا ما ذكره ممثل هذا البرلمان المحتل الغاصب يمثل اخطر انواع الارهاب وهو ارهاب الدولة هذا ما يمثله هذا الغاصب وانا اقول له في هذه التواني ينطبق عليه المثل المعروف عالميا ان لم تستح تفعل ما شئك عليك ان تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد ان رأيت ردك الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم اخرج الان من القاعة ان كان لديك ذرة من الكرامة يا محتل يا قتلة الاطفال اشتركوا في القناة